جز لساني عن التعبير ما شاء الله تبارك الرحمن واو رح نتعرف بهذا الفيديو إلى الشمال الإضالي بس أول شي لازم تعرفون أن الشمال الإضالي عبارة عن جزئين الجز بحيرة كومو وضواحيها وكذلك جبال الدولوميتس وضواحي هذا الجبل الرائع خلونا نتعرف بالتفصيل إلى الشمال الإضالي تحديدا منطقة جبال الدولوميتس في هذا الفيديو ورح تشوفون خط سيرنا إلى الشمال الإيطالي تحديدا منطقة شمال الدولوميتس رح نروح العديد من القرى والبحيرات والمناظر الساحرة والجبال الجميلة تحديدا في منطقة شمال إيطاليا بالقرب من النمسا وهل تعلمون أن هذه المنطقة بالسابق كانت تابعة للنمسا وأغلب سكان هذه المناطق الشمالية يتحدثون باللغة الألمانية لأن بالسابق كانوا جزء من النمسا قبل الحرب العالمية الأولى لأن في حرب العالمية الأولى تمضم بعض مناطق النمسا إلى إيطاليا لذلك لما تتمشون وتتجولون فيها رح تحسون حرفيا أنكم في قرى النمسا وألمانيا وسويسرا أكثر من كومكم في إيطاليا قلنا بادوفا بس إحنا شوية بر السنتر بنقعد ليلة فندق بسيط شذي بو ثلاث خارب عن جوم شذي 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 بس نضيف الصراحة ما في أي شي فبنطلع الحين نتمشى بالسنتر بس أول شيء لازم نبدل ملابسنا خارج مدينة يعني منطقة بادوفا يعني تقريبا ربع ساعة وعشر دقائق بالسيارة فراح نروح لها عشان أسرع لنا باشر نحرك إلى منطقة أخرى إحنا حاليا في بادوفا أول انطلاقة لنا في الشمال الإيطالي لأن هذه المدينة تعتبر ما بين ميلان وما بين بنيسيا وكذلك يعني انطلاقة مبتازة حق الشمال الإيطالي هذه المدينة فيها العديد من الثقافات وهذه الأمور تعتبر مدينة جنة قديمة أكثر من ألف سنة قبل الميلاد طبعا هذه المدينة فيها ثاني أقدم جامعة في إيطاليا كلها تأسست في 1222 مستوعبين قدم هذا الفترة كلها وكلما تتمشون في هذه المدينة راح تحسونها قديمة لأن فيها جسور قديمة فيها تحف قديمة فعبارة عن متحف فتور لما تكون في وسط السنتر وتشوف مدخل الجامعة جدامك في ثاني أعرق وأقدم جامعة في كل إيطاليا المدينة هذه عبارة عن متحف مفتوح كل مكان تقدرون تدشون وتشوفونها جميلة يعني شوفوا هذه الأرضية شي شي جدا جميل شكرا جميلة دائماً أصفط في هذا الباركينج اخذوا اسمها عشان تيولة وتصفدهم فيه ترخير هذه المحطة اللي هي فيها السنتر الرئيسي في كل فينيسيا اللي هو أكبر سنتر في فينيسيا فيها العديد من السنات المثل ما تشوفون في كل الاتجاهات تقريباً وهذه باللون الأصفر هي العبارات الحكومية ولكن احنا أول محطة لنا السنتر الرئيسي قلنا فينيسيا رح ناخذ العبارة الحكومية عن ضريق طهنية تدخلوا لهالصور تدون البندقية عبارة عن أكثر من 110 جزر وسكانها موايد تقريباً 200 ألف 300 ألف نسمة وهذه المنطقة ظلت أكثر من فترة طويلة لحد اليوم زاخرة بالتراث الحضاري والفني وتعتبر منطقة من أجمل مدن العالم كذلك ترعاها منظمة اليونسكو وتعتبر العديد من منطق فيها تحت التراث العالمي وتعتبر ثاني مدينة إيطالية بعد روما من حيث ارتفاع نسبة التدفق السياحي من كل العالم هنا بنيسيا تحديداً يطلق عليها بالعربية البندقية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر سوف نصعد البرج لكي تصعدوا البرج تستطيعوا موعد و تحجزوا موعد أو تقفوا في الطابور مثلنا سوف نجد الشخص الواحد بعشرة يورا لكي تصعدوا البرج البرج من فوق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر من الحملات والحروب و كذلك التجارة فلما تمشون في أماكن مختلفة فيها ساعات تحسون أن المبنى ما أخذ هذا الطباع العربي ساعات تحسون أنكم في عاصمة عربية لما تمشون شوية تحسون أنتم في أماكن وتحسون أن فيها حملات صليبية بالسابق راح تحسون مختلف أنواع الفنون والفن المعماري في هذه المدينة لما تجيون هني ما لا داعي تسبخرون تبخرنا لا ما في شي كان تستفض يا جماعة الخير شوفوا منسوب المياه نوعا ما مرتفع الحين في بيليسيا بالعادة كان أقل لما يتلى السنة اللي فاتت موسيقى 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 جذبني الصراحة حبيتها حبيتها موسيقى القرية او المدينة يعني الازقة هالي ذكرتني عادي بالشمال الايطالي اما هناك بداية المدخل ذكرتني ببراج شوفوا شحالاتها حلوة حلوة وهم ترى تشبه المدد ترى اغلب القرى الايطالية لهم نفس الشي نفس طاقة السنتر اعرفتو لكم نقطة مهمة جدا في الشمال الايطالي احنا نحب موسم خريف اغلب لماكن تكون مسكرة بس اغلب المحلات تفتح الساعة ثلاث كذلك المطاعم فهذه نقطة للامان استغربتها ومادري اذا كل المواسم ما توقع بس يمكن الحين يعني الخريف يفتحون الساعة ثنتين ثلاث يعني يلا نطح لنا على مطاعم عارات تولستايل بس الحين تقريبا الساعة اربع ففاتحين يعني الاماكن ميرانو 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 تعتبر لؤلؤة منطقة جنوب تيرول فهي واحدة من اجمل الاماكن الطبيعية حتى هندستها المعمارية المتنوعة والانيقة اللي تشوفون هم تشكيل جبالي حلو حول مبانيها وتستقطب عشاق التاريخ من كافة انحاء العالم لما تتمشيون تحسون انها جدا حلوة ممكن تزورونها لمدة ساعات او كذلك ممكن تخلونها محطة تنقل من منطقة الى منطقة وتسكنون فيها افضل شي انكم تستأجرون سيارة لان يصعب التنقل اساسا في مثلا الاوبار او قطار لانه بين القرى والارياف ما راح تحصلون كل هذه الامور يعني الخدمات جدا جدا محدودة بس انوه انه مو اي احد يقدر سوك بي ايطاليا لان ايطاليا تعتبر نوعا ما مو من الاماكن السهلة بس اذا تعودتوا ما في هاي مشكلة بس اهم شي تركزونكم تحطون تأمين شامل اذا بتحطون تأمين شامل لا تحطونا عن طريق الاونلاين لا حجزوا السيارة اونلاين اوكي انا اقتروح لكم موقعين للحجز او ثلاث مواقع هذي افضل طريقة لحجز التأمين الشامل بونجورنو كامستايا جماعة الخير بالشمال الايطالي ترى الناس تتكلم الماني اكثر شي وبالصدفة سألنا اللي يشتغلون في الشقة عندنا وقالوا لنا انا فيه تلفريك بواحد فقط 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 فاتح بوقتنا ترى عادي قبل اسبوعين فيه تلفريكات فاتحة بس بهذا الوقت بالذات اللي وقت رحلتنا بس واحد وطحنا عليه ومكتوب بالالماني فانا عندي خريطة في جوجل مابس هذي صفحتي دشوا عليها رح تشوفوا المكان بحفظت لكم اياه لزيادة المعلومات في الموسوعة العربية بما يخص السياحة يلا يا جماعة تلفريك الوقافي هذا مدينة بولزانو من المدن الساحرة جدا وايد حبيتها لانا كبيرة ومتنوعة تتمتع بطبيعة خضراء لكن احنا يعني في فصل خريب بس اياه في شكل عام خضراء وهنا موقعها استراتيجي في قلب جبال الدولومات فراح تشوفون جبال الدولومات حوالين هذه المنطقة وتعتبر يعني جوها حلو حتى بالصيف يعني يعتبر نوعا ما دافي الى بارد نسبيا اما بالشتاء تتحول منتجعات شتوية يعني حق التزلج اما في وقتنا يعتبر وقت ممتاز قبل سقوط الثل الخير من فلتنا الرائعة في الشمال الايطالي كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ واو اللي يميز الشمال الايطالي انه متعدد الخيارات للسكن تقدرون تسكنون في فنادق تقدرون تسكنون في شقق تقدرون تسكنون في اكواخ بس احنا جربنا مسكنين المسكن الاول عبارة عن نقدر نقول شقة المسكن الثاني عبارة عن كوخ اثنين هم حجزناهم عن طريق خيارين يا انكم تحجزون عن طريق بوكينج دوت كوم يا عن طريق اير بي ام بي وانا جدا ارشح اير بي ام بي لانه يعطيكم خيارات انكم تسكنون في اكواخ ملوت السكان المحليين بس ننتبه حق نقطة مهمة لا تحجزون اذا ما في تقييم يعني حجزوا باماكن فيهم تقييم فافضل شي انكم تقرون تقييم الناس قبل الحدس خلي راسك عاد لان احسنت انه جمسا متى الثاني انت طبيعية ايه احسنت شم ساوية ثانية ساوية ثانية ساوية ثانية احنا شقةنا عبارة عن كوخوتين نوم اتكفي ستة اشخاص تقريبا فيها خمس اسرة فيها مطبخ غير حين بروح الغرفة اللي باكعد فيها شي خشبية في الشمال الايطالي قرية ببينتو جميلة جدا اتمنى اني طقتها صح ساحرة صغيرة عبارة عن سنتر السنتر هذا يمتد من بداية الى نهاية الطريج ويعني اكسير يعني مو وايد طويل والسنتر بسيط للامانة ولكن يستحق الزيارة من جمال المنظر وتشوفون المباني والجبال خلفها هذه القرية تذكر جدا القرى النمساوية والسويسرية لو تلاحظون حتى طريقة المباني طريقة التركيبة القرية هذه جميلة منطقة بي بيتينو هذه المنطقة وايد صغيرة وبسيطة حتى سنتر مالها ممكن تكونون فيها بس ساعة لانه وايد سهل وبسيط تمشون فيها بعدين تشربون القهوة بعدها تحركون بس احلى شيء المباني الملونة اللي حوالينها ممكن تشوفون جدان بساعة المدينة او مركز المدينة وشلون الشكل جدا حلو خصوصا انه خلف هذا المنظر الساحر فيه جبال فوايد حبيت المباني اللي ملونة مع الجبال احنا حاليا في منطقة اخرى اسمها سان كانديدو موجودة في الشمال جميلة جدا ساحرة اشهر معلم فيها هذا المعلم منطقة سان كانديدو منطقة جدا جميلة وساحرة وفيها انشطة مختلفة مثل زحلاقية وفيها تلفريك حلوة جدا جدا وراقية وهذه المنطقة كذلك مشهورة بالهايك اللي يحبون الهايك ممكن تمشون بين الغابات والخضرة وفيها اماكن جلوس مميزة وبعض المطاعم والمقاهي ولكن ستر المدينة يعتبر جدا ساحر وحلو بحيرة ميسورينا هذه البحيرة جدا جدا حلوة وساحرة لان انعكاس البحيرة رح تشوفون جبال الدولوميتس وحوالين هذه المنطقة كذلك يوجد فنادق اللي حاب يسكن فيها احنا حاليا موجودين في أوردساي واحدة من مناطق الشمالية الجميلة وتسمى عروسة الدولوميت لانها تطلع على يعني جزء من الدولوميتس الجميل جدا اللي تشذي يعني صاير حاد وحلو المكان هذا جدا ساحر وحلو القرية حلوة يمكن من اكبر القرى اللي موجودة في هذه المنطقة المنطقة بالصيف وكذلك بعد شهر تقريبا شهرين رح يفتحون التلفريك لان التلفريك يسكر يعني تقريبا شهرين بالسنة واحنا الحين يعني مسكر بوقتنا يفتح بالشتة ويفتح كذلك بالصيف والربيع فهذا التلفريك جدا مشهور حق هذه المدينة يا جماعة الخير وايد وايد زعد لان انا يا هذه البحيرة عشان اركب القارب القارب يعني موجودة عندهم واصور وشذي بس للاسف تدرى ماكو قارب ما ادري الشايلين هم اتوقع الماي صايرة ضحلة فما ادري زعلت الصراحة او لهم وقت معين انا مويد قريت بس بشكل عام انا يعني بزيارتي حق الشمال قلت رح امر على هذه البحيرة المومني مريت متضفطة بريكسونت تعتبر من أقدم البلدات في جنوب تيرور وجدا حلوة لأنها جبلية وحيوية وفيها وايد معالم وأماكن مختلفة ومزارات أثرية وثقافية ومتنوعة مثل كاتدرائية المدينة ذات التصميم الباروكي الفخم وايد حلوة من بعيد شي تشوفونها خصوصا أنه جزء منها ومن خلفها يوجد الجبال وفيها مطاعم ومتاجر ومناطق طبيعية مختلفة لموارسة الأنشطة الخارجية مثل المشي والهايك وكذلك التزلج وصل الإيطالي إلى واحد من أشهر الأوتلتات الموجودة في إيطاليا هذا واحد من أشهر الأوتلتات الموجودة في إيطاليا هذا الأوتلت جدا جميل وفيه العديد من الخيارات ما بين الماركات الفخمة العالمية وكذلك الماركات الرياضية يعني حبيت التنوع اللي موجود فيه ويعتبر تقريبا ساعة من ميلان يعني مو بعيد وكذلك فيه مواقف مجانية تقدرون تسفطون السيارة وتروحون حق هذا الأوتلت وتتسوقون فيه والجميل كذلك أنه يفتح من الصبح إلى الساعة الثامنة مساء إحنا تقريبا رحنا الساعة ثلاثة العصور وقعدنا ليه من سكر وهم فيه خيارات مطاعم وقهاوي تقدرون تاخذون استراحات ما بين التسوق كنا مع بعض في سحر الشمال الإيطالي رحلة جميلة ومتميزة تعرفنا على الأقل على جزء كبير من الشمال الإيطالي الجميل والساحر أتمنى أعجبكم هذا الفيديو بس أهم شيء ضيفوني على جميع وسائل التواصل الاجتماعي اللي عندي وبالنهاية لا تنسوا أن تساووا سبسكرايب لايك كومنت وأحبكم وانتظروني في سفرات قادمة بين القارات